في العاصمة صنعاء بهذه الوقفة النسائية المسلحة ما لم تقله الحرب منذ اندلاعها قالت هذه الصورة التي تظهر عرضا نسويا ميليشيايا في العاصمة صنعاء وما لم تكشفه الحرب من جرائم كشفه مشهد تجنيد نساء من مختلف مديريات صنعاء استعدادا للزج بهن في معارك مرتقبة بعد أن فقدن أزواجهن بل وأطفالهن في حرب الحوثي الخاسرة فمنذ منتصف العام 2014 فقد الحوثي الآلاف من مقاتليه فلجأ لتجنيد الآلاف من الأطفال والزج بهم في جبهات القتال ولا تزال قصص اختطاف الأطفال من منازلهم والزج بهم في آتون معارك الميليشيا في جبهات القتال المختلفة حاضرة ومتجددة وهو أمر تؤكده تقارير حقوقية أن تجنيد الأطفال كان إجباريا وجه من وجوه حرب الميليشيا في اليمن لم يكن في حسبان أحد وصورة لا تفرق عما قامت به داعش من زج النساء والأطفال في معاركها وهي خطوة فسرها متابعون بأن ميليشيات الحوثي عمدت إلى الاقتداء بالاستراتيجية الإيرانية الخاصة بتجنيد الأطفال والنساء والزج بهم في العمليات العسكرية وذلك عقب الخسائر التي لحقت بالانقلابيين خلال الفترة الأخيرة منظمات حقوقية وجهت انتقادات حادة للحوثيين بسبب استمرارهم في تجنيد الأطفال والنساء بوصف ذلك جريمة حرب مدانة بكل الأعراف والمواثيق الدولية حجد الأطفال والنساء تحت دعوة أشداء على الكفار كآخر تهمة تطلقها الميليشيا في حربها على اليمنيين بعد التكفيريين والمنافقين والعملاء والمرتزقة وكما يبدو أنها لن تعدم أسباب الحرب حتى تعدم من يقاتل تحت لوائها حرب الزينبيات في اليمن حيث لا زينب هنا ولا حسين إلا دم يمني خالصا في معركة تبدو خارج سياقها التاريخي والجغرافي موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة